الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الانتاج الصناعي المصري كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلعي في الأسواق أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 شمال إسرائيل وأوضح حزب الله في بيان أن الهجوم بالمسيرات استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود بقيادة الفرقة وأوقع فيهم قتلى وجرحة من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي جراء القصف الأخير من الأراضي اللبنانية هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء كثير أحد ألويات الجيش أنها تدريبات عسكرية على الجبهة الشمالية استعدادا لسيناريو الحرب المحتمل وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن التدريبات حاكت سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بواتيرة متصاعدة والقتال بمناطق مختلفة ونقل الجرحة قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن اغتيال هنية خطأ كبير ولن يمر من دون رد وخلال استقباله وزير الخارجي الأردني أيمن الصفضي أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستستخدم بلا شك حقها في الدفاع عن أمن إيران مشيرا إلى أن اغتيال هنية هو انتهاك للقانون الدولي أعلنت القناء الثالث عشر الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو اشترط إبعاد الأسرى المتهمين بالقتل لدولة ثالثة وليس إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية وعددهم نحو 150 فلسطينيا وأوضحت القناء الثالث عشر الإسرائيلية نقلا عن مصدر مسؤول أن هناك انتقادات حادة لنتنياهو في فريق المفاوضات وأوضحت القناء الإسرائيلية أن هناك توقعات باستقالة ممثل الجيش نيتسان ألون وأن نتنياهو بدأ يبحث عن بديل له ورياضيا يواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي من أولمبياد فريس 2024 في العاشرة من مساء اليوم وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أن حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا وأن المنتخب سيفعل كل شيء من أجل تحقيقه وتأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي من المسابقة مع دفعوزه على باراجوي بدربات الترجيح في دور الثمانية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل